السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا دكاترة عاملين اي يا رب تكونوا بخير معاكم حلين طارق زمالتكم بورد اناتومي في اسرة نجاح بدون جاشع هاشرح ان شاء الله معاكم النهار ده اخر محاضرة في المسل تست بورد 2 وبعنوان الانتيري بوستر الاساسمنت قبل ما نبدأ المحاضرة وان شاء الله باذن الله تكون سهلة معاكم احب اقول حاجة ان مهما كانت الظروف اللي انت عديت بيها صعبة مهما كنت انت في موقف ما كنتش تتمنى ان انت تكون موجود فيه لكن طول ما انت بتفكر في الطاف الله ولطف ربنا بيك وحكمة ربنا اللي مش لازم ابدا تكون زهرة لك دلوقتي هيبقى قلبك مطمئن الى ان تشوف حكمة ربنا في حياتك واللي حصل فيها فتطمئن جدا الطاف ربنا وساعتها هتنسك كل لحظة واحشة مريت بيها وصاد النجاح اللي بإذن الله تكون وصلت له يعني هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن موضوع اسمه الانتيريور بوسترال اساسمنت في الثلاث محاضرات الخاصين بالبوسترال الى قبل كده كنا خدنا فكرة بشكل عام وخدنا البوستيريور بوسترال اساسمنت واللاترال هناخد النهاردة الانتيريور بوسترال اساسمنت وقبل ما نتكلم عنه بشكل تفصيلي بس احب ا اوضحتاني ايه فكرة البوسترال عشان نبقى عارفين احنا بنذاكره ازاي الفكرة عماده ان انا بشوف السامتري بتاعت التو سايد بتوع البودي هل التو سايد دول ايدنتيكال مثلا ولا في حاجة فيهم مش شبه التانية طب هل هم نورمال ولا فيهم ابنورماليتي لو فيهم ابنورماليتي ايه السبب اللي خلى الابنورماليتي دي تحصل وازاي الابنورماليتي دي هيكون ليها افكت على باقي البودي بورت كلها فهنتكلم النهاردة بشكل خاص بقى عن موضوع اسمه الانتيريور بوستر الاساسمنت وهو ان انا بعمل اساسمنت او تقييم للبوستر بتاع شخص واقف قدامي وانا بصار له من انتيريور فيو ايه اول حاجة هشوفها مثلا اكيد هشوف الهيد والشست والأوبر لامب من قدام والثوركس وكل الكلام ده بس خلينا بقى نتكلم بالتفصيل عن الحاجات اللي هو جايبها عندنا في الكتاب اول حاجة هيتكلم عنها هم التو كلافيكل بون وفي التو كلافيكل بون هنتكلم عن حاجتين مهمين قوي الانجل والكونتور لكن كلمة دي اعني ايه لما اجي اقول كنتور بتاع حاجة معينة يبقى انا بات repet FIK عن المحيط ده المهم 결 med arlos هو الشكل الطبيعي لها بحيث. اننا لو الحاجة ده بقى يبقى نهاش طبيعي يبقى انا عارف ان دهي حانتي مشكلة فانها اول حاجة ساكمها في الكلافيكل واول حاجة اذاكرها هي الكونتور بيقول ان الكنتور بتاع الكلافيكل المفروض يكون smooth يعني انا لما امسك الكلافيكل بتكون smooth يعني ما فيهاش اي حتة rough ما فيهاش بقى depressions كتير ولا elevations كتير هي بتكون smooth تاني حاجة هيتكلم عنها هي الانجل الانجل بتاعت الكلافيكل بتبقى طلعة في اتجاه upward كده الكلافيكل عملت two joints مع two bone مع الستيرنا نعمل الستير نو كلافيكل جوينت ومع الاكروميون of the scapula عملها الاكروميو كلافيكل جوينت فبتلاقي ان الانجل موجودة بين الخط اللي هو معدي بنص او اللونج اجس بتاع الكلافيكل واللونج اجس بتاع مين الستيرنا هي الزاوية اللي بينهم في الصورة هنا تمام طيب الانجل دي بيقولك angled upward يعني هي طلع upward في اتجاه الاكروميو كلافيكل جوينت او في اتجاه الاكروميو كلافيكل جوينت away from the sternoclaفيكل جوينت تمام كده اعتقد كده كل الكلام ده تمام مفهوم طيب لو قلنا مثلا ان الطبيعي الزاوية دي مثلا مفروض تكون مثلا عشرين اه خمسين مثلا الطبيعي بتاعها خمسين وجيت عند حد لقيت الزاوية دي مثلا عنده سبعين هل دي حاجة نورمال لا طيب داي indicate ان الشخص ده عنده elevated shoulder الشولدر بتاعه اعلى من الطبيعي او مرتفع عن الطبيعي دي حاجة ابنورمال طب امتى الليفل بتاع الكلافيكل يكون مختلف عن النورمال شوية عن الوضع الطبيعي بتاعه بس ما تبقاش حاجة باثولوجي او ما تبقاش حاجة ابنورمال ففكرة الـ dominant و non-dominant side احنا مثلا معظمنا بيكون اياما فبيستخدم ايده اليمين فانا بالنسبة دلوقتي الـ dominant hand او dominant side هو الـ right side فهتلاقي دايما ان الكلافيكل اللي على الـ dominant side اللي هو بالنسبة لمعظم الناس بيكون الـ right بتبقى lower than في الليفل بتاعها عن الـ side التاني في ناس مثلا بيستخدموا ايدهم الشمال فبالتالي هما دلوقتي بالنسبة لهم الـ dominant side هو left فهتلاقي عندهم ان الكلافيكل نزلت عن الليفل بتاعها على ناحية الـ right وهكذا sharply angled clavicle indicate elevated shoulder نفس الكلام اللي احنا قلناه it's normal for the clavicle on the dominant side to be lower than on the non-dominant side قلنا دي الحاجة اللي هي الطبيعية اللي هي normal مش حاجة بالنسبة لي abnormal وتشغلني يعني كنا تكلمنا على الـ contour وقلنا ان الـ contour بتاع الكلافيكل لازم يكون smooth عشان ابقى فاهمة ان الكلافيكل دي سليمة ما فيهاش مشكلة طيب انا لو جيت مساكة clavicle bone ولقيت ان الـ contour بتاعها مش تموز او فيه rough area او فيه حتى مش مظبوطة مش المفروض تكون كده ده ممكن يهندكيت ايه انو مثلا الشخص ده كان عنده fracture في الكلافيكل دي ولما حصل healing حصل بـ mal alignment يعني العظم مكانش قدام بعضه بشكل مظبوط فبقى فيه نتقات وبروزات كده على العظم مكان من الـ healing اللي حصل بشكل مش مظبوط او بسبب حاجة اسمها acromioclavicular joint rupture ان يحصل rupture للـ joint ده يعني ايه يحصل rupture للـ joint ده الجوينت ده زيه زي اي جوينت موجود في الجسم حوالي الـ ligaments الـ ligaments دي لو حصل فيها tearing سواء partial او complete tearing بيحصل للـ joint ده rupture وساعتها الـ contour بتاع الـ clavicle نفسه هيتغير او بالضبط كده هيتغير تمام؟ فا دلوقتي احنا اتكلمنا عن الـ clavicle احنا هكتمهم من فيهم قوي الـ angle والـ contour ندخل على الموضوع تاني وهو الـ chest تاني حاجة ممكن تشوفها لو بصص لحد وقف الـ anatomical position قدامك في حاجة اسمها midline ده ما عدي في نص الجسم اللي هو بين عندك في الصورة مخطط ده لو لقيت الثورك سباع بتاع اي شخص shifted laterally عن الـ normal ماشي؟ طب انا بقول shifted laterally mean او شمال نسبة لايه او بمقارنته بايه؟ بمقارنته بالـ position بتاع الـ neck والـ pelvis على اساس ان هم المفروض بيكونوا غالبا على استقامة واحدة فبالتالي لو حصل اي shifting للـ chest ماشي؟ هلاحظوا لان انا عارفة ان التالي دول مفروض يكونوا على استقامة واحدة الاسباب اللي ممكن تخليلي الثوركس او الـ chest يحصل له shifting laterally سواء بقى to the right او to the left حاجتين مهمين قوي حاجة عندي اسمها lateral curvature of the spine اللي هو sclerosis اللي احنا خدناه في الـ therapeutic بيبقى سعيني مالش بيبقى الكيرف بتاع الثراثيك سباين واللمبر سباين عامل lateral curve بيبقى شكله s-curve لو هو في الـ muscle imbalance يعني في الـ two position دول في الثراثيك واللمبر او c-curve لو هو في واحدة فيهم ثاني حاجة في حاجة اسمها المصل imbalance يعني ايه المصل imbalance يعني مثلا لو انا عندي العضلات الـ power بتاعها على الـ right side اكبر من الـ power بتاعها على left side فبالتالي هلاقي ان الجسم بتشد ناحية الـ right side لان العضلات ناحية الـ right اقوى بتشد الجسم في اتجاه القوة دي فالمصل imbalance ممكن يعمل اللاترال shifting اللي هو بيحصل في الشيث او في الثوركس ده يبقى لنا عندي سببين lateral curvature of the spine اللي هو sclerosis مش هنحتاجنا التطرق للكلام فيه قوي لانه موجود في الـ therapeutic وفكرة الموصل imbalance طيب هل الجسم مش هيعود المشكلة اللي حصل دي مش هيعود الشيفتنج اللي حصل في الثوركس او في الشيث ده لا بيحصل ميكانيزم في الـ وفي النك عشان تعادل الشيفتنج اللي حصل في الشيث او في الثوركس ده عشان الشخص يقدر يتعامل ويتحرك ويقوم بمهامه وكل الكلام ده هي طبعا استيل حاجة abnormal بس لازم الجسم هيحصل فيه كده عشان الشخص يقدر يقوم بالمهام بتاعته بعد كده هنتكلم عن ثالث حاجة وهي حاجة اسمها الـ carrying angle لو شخص عندي برضو واقف في الـ anatomical position وجيت خط الـ long axis بتاع الـ humerus اللي هي البون بتاعة الـ arm وجيت خط الـ long axis بتاع الـ four arm ومدد كل واحد منهم على استقامته هيتقاطعوا ويعملوا الزاوية اللي هي ظاهرة عندنا الصغيرة الزاوية اللي هي بالاصبع دي اسمها الـ carrying angle فلو نجينا نشوف تعرفها The carrying angle is the angle formed between the long axis of the humerus and the long axis of the four arm وانا وصفت ده زي ما قلت بالنسبة الـ anatomical position زي اي حاجة في الجسم اي حاجة في الـ anatomy انت بتوصفها من نسبة الـ anatomical position سواء motion سواء anterior superior posterior مثلا inferior كل الكلام ده انت بتوصفه نسبة الـ anatomical position اللي هو ايه؟ اللي هو الشخص بواقف erect الـ palmis بتاعته facing forward والقلبه بيبقى extended والـ four arm supinated وخلينا فاكرين ان وضعية الـ four arm في الـ anatomical position هي الحاجة الوحيدة اللي بيكون مش في الـ neutral position بتاعها بيبقى الـ four arm supinated اما بقيت الجسم كله بقى في الـ neutral position بتاعه طيب الـ carrying angle دي مهمة عندي في ايه؟ ما انا اكيد طالما ذكرت الزاوية دي بقى اكيد مهمة عندي في حاجة اول حاجة نشوف الـ normal value بتاعها الـ carrying angle في الـ male الـ normal range بتاعها او الـ normal value بتاعها خمس درجات وفي الـ female بتروح من 10 الـ 15 درجة ممكن تزيد وممكن تقل او بس دي حاجة abnormal تمام؟ ممكن يحصل كده في حالات الـ elbow fracture لما يحصل كسر في القلبه ساعتها الـ carrying angle دي ممكن تزيد او تقل على حسب الكسر ده كان حاصل ازاي او الميكانيزم بتاعه كان حاصل ازاي طيب هل هي مفيدة بالنسبالي؟ او مفيدة بالنسبالي مفيدة بالنسبالي في ايه؟ ان هي بتساعدني جدا في ان انا يبقى ليه ability ان انا اأبير اي weight بوسط الـ upper limb بتاعي اشيل اي وزن احمل وزني على الـ upper limb بتاعي زي في الـ exercise اللي هو بالعربي اسمه تمرينة الضغط تمام؟ انت بتم حمل وزن جسمك كله على الـ upper limb بتاعك وعلى التوز بتاع صعوبة رجلك يعني من تحت فالـ abnormality في الزاوية دي او قيمة الزاوية دي بالتالي هتأثر على ability بتاع الشخص انه يبقى الـ weight في الـ upper limb بدا لو زادت الزاوية دي هسميها capitis vulgus وكلمة capitis جات من cubital fossa ان القلبه في فصة اسمها cubital fossa ولو الزاوية دي قلت عن النورمال بسميها capitis virus وكده هنكون اتكلمنا برضو عن ثالث حاجة وهي الـ carrying gang بعد كده هندخل في موضعين مهمين اوي بالنسبة للـ pelvis حاجة اسمها lateral pelvis وحاجة اسمها irritated pelvis وهناخد كل احنا من بالتفصيل ان شاء الله يبقى كويسين lateral pelvis اول حاجة انا لو جيت بصيت لشخص او لهيكل عظمي المفروض الشكل النورمال ليه يكون ايه الـ hip bone او عجمة الحوت بيبقى من قدام فيها حاجة اسمها spine او بروس كده اسمه الـ anterior superior iliac spine اللي احنا بنقول عليه عزيز المفروض في النورمال ان عزيز ده على two sides يكون at the same level طيب لو انا لقيت عزيز ده على ناحية سيه مثلا على الناحية اليمين اعلى من الناحية الشمال يبقى الـ pelvis هنا عامل lateral tilting في الناحية اليمين يعني ايه lateral tilting يعني مرفوع على ناحية اكتر من ناحية التانية وساعتها ده بيأفكت الـ Lumber spine عشان كده احنا قلنا انه بيحصل السكليوزيس في الـ Lumber spine لما بيكون نتيجة للسكليوزيس اللي بيحصل في الـ Lumber spine البلوث بيعمل lateral tilting تمام كده اه طيب الصورة اللي هي مرسومة بخطوط صودة دي ده بلوث عامل اه يعني lateral tilting ناحية الـ right تمام او عامل hip hiking ناحية ايه الـ right انا دلوقتي هتكلم ازاي ده هيقصر على الجسم تمام ايه اللي هينتج عنه مشاكل بقى الجسم هيكون عامل ازاي اول حاجة تفتكروا على ناحية الـ right هيبقى عزيز اعلى ولا على ناحية الـ left اكيد على ناحية الـ right هي الناحية الاعلى ثانيا هتكلم عن عضلة اسمها الكوادريتس لمبورم الكوادريتس لمبورم دي واحدة من الابدومين المصل الكوادريتس لمبورم هي المسؤولة عن حركة الـ right hiking او الـ right う 1 يعني على ناحية اكتر من الناحية التانية فبالتالي الناحية اللي ہے افصلا 几ا auraitي هيكون عالي عليها هتكون الكوائدريتس لمبورم فيها شغاله اكتر من الناحية التانية فبالتالي هي شدت الهيب هنا رفعته والناحية التانية بقى الضعيف لانيها مش قادرة تعادل اللي حصل على الناحية التي طيب احنا قلنا مثلا ده في right hip hiking or right hip hitching طيب right hip هيبقى فيها abduction مش abduction بالتالي مين العضلات اللي شغالة كويس الabductors احنا حطنهم في جدوة دولتي موضوع ان شاء الله يبقى سهل اهو when a client is hip hitched on the right what happened يعني لو لقيت حد الهب بتاعه مرفوع على ناحية الright هيبقى شكله ايه الright side هيبقى anterior superior iliac spine فيه عالي عن السايد التاني الكوادريتس لمبورم هتكون موري سترونج فبالتالي هتكون اقصر لان انا قربت الورجن من الانسرشن دي فكرة الاكشن اصلا بتاعه اي عضلة تمام؟ قلت ان الهب ده بيكون فبالتالي الادكتورز بيكونوا شغالين كويس او بيكونوا اقوية يعني على السايد ده تمام؟ نيجي بقى على اللي هو السايد التاني اللي هو الهب او البلفس فيه واقع اللي تحت بقى مش مرفوع ساعتها الانتيريو سوبريو اليك سباين في الليفل بتاعه هيبقى lower than على الرايت سايد الكوادريتس لمبورم انا كنت قلت ان هي هنا ضعيفة فمش قادرة تعادل اللي حصل على الناحية التانية فبالتالي ضعيفة يعني طويلة مش عارفة تشتغل فهتلاقي ان الكوادريتس لمبورم هنا كوت بي longer than the right كمان هتلاقي الهب على الناحية دي بقى abducted يعني الabductors هما اللي هيكونوا strong مين الabductors strong وقلنا يعني shortening مين الabductors دول الabductors دول زي مثلا الجلوتياس ميدياس على السايد ده يبقى احنا عملنا مقارنة بين right side وال left side على بلفس في هيب هايكنج على ناحية right تمام كده ماشي ندخل بقى في الموضوع اللي بعد كده وهو irritated pelvis يعني ايه rotated pelvis لو في ناس منكوا راحة جم او مش لازم جم يعني في زي يعني جهاز صغير كده مدور كده بتوقفوا عليه ويقول لك تبت رجلك ولف بوسطك بس هي نفس الفكرة كأنك عملت نفس الحاجة دي قوموا قف دلوقتي كده ولف بالبلفس بتاعك كده بالحط بتاعك في ناحية حدد ناحية ولف ليها تمام كده وساعتها اتقدر توصف بالضبط ايه اللي حاصل اه في البلفس بتاعك او في رجلك وكل الكلام اللي احنا هنقود بس تبقى متخيل الدنيا ماشية زي احنا زي ما قولنا النورمال شيب ان الانتيريو سوبريو اليك سباين يبقى اللايند او على تو سايد ادى سام ليفل والني بتبقى فيسنج فورورد والبريشر اللي نازل على تو سايد بتوع الفوت الميديال سايد واللاترال سايد بيبقى ايكوالي ديستريبيوتد متوزع بالتساوي بالظبط طيب دلوقتي انا قم تقيل لك قوم لف بالبلفس بتاعك مثلا نحية اليمين رحت انت لافف بالحوت بتاعك نحية اليمين ساعتها النيم مش تبقى فيسنج فورورد وهيبدأ يحصل تغيرات تعالى نشوف بقى ايه اللي ممكن يحصل دلوقتي ده واحد واقف ولف بالحوت بتاعه كله نحية اليمين ايه اللي هيحصل انا دلوقتي هبدأ اوصف شكل الفوت نفسها من تحت مش هبدأ اوصف بقى الرجل اوصف الفوت من تحت دلوقتي الشخص ده لف لليمين فانا اول حاجة هتكلم عن الراية فوت او القدم اليمين تمام الناحية اللي انت افتكر دايما ان الناحية اللي انت لفيت فيها لفيت يمين يبقى الرجل اللي هيحصل فيها او الفوت اللي هيحصل فيها التغيرات هي اليمين ماشي؟ طيب دلوقتي انا قلتلك اقوم لف وانت لفيت بالبلفس بتاعك نحية اليمين رجلك اليمين ساعتها الوزن هيكون عالميديال الصايد واللاترال صايد واللاترال صايد لان جرب تعملها هتلاقي ان مرفوع angeبر شما من العلق فبالتالي الوزن اللي نازل عليه بقى قليل واللاترال صايد بتاعك estrغط في الارض اكتر فبقى نازل عليه وزنا اكتر يبقى ساعتها اللاترال شي trains بيتحمل وزن او pressure نازل عليه اكتر من ال medial side طب الحركة اللي حصلت في الفوت دي اسمها ايه ان انا ارفع ال medial side من على الارض واحاول اضغط lateral side في الارض اكتر دي حركة اسمها supination وال supination دي بيحصل معها حاجة اسمها inversion على مستوى sub-tailor joint sub-tailor joint بيحصل فيه inversion و eversion supination of the food بيحصل معاه inversion انا جده اتكلمت عن right foot او القدم اليمين اجيب اتكلم عن left foot او القدم الشيء هيحصل العكس تماما هيحصل pronation اولا مش subination بس هنا pressure هيكون equally distributed على two side او medial side وال lateral side مش زي فوق دي كلها فكرة rotated pelvis ان انت تبقى فاهمة ان الناحية اللي انت هتلف لها هي اللي الفوت بتاعتها هتتأثر اكتر وساعتها الوزن هيكون نازل على lateral side بتاع الفوت ده اكتر من ناحية تانية نتيجة ان الفوت دي حصل فيها ايه supination و inversion واعكس على الناحية التانية حصل فيها pronation بس خليك متأكد ان pressure اللي نازل على two sides بتاع الرجل التانية هيبقى equally distributed تمام كده اعتقد كده الامور واضحت شوي تعالوا نقرأ نفس الكلام ده what happened if the whole pelvis rotated هنقول مرة لو كان rotated to the right و rotated to the left قبل ما نقرأ rotated to the right من الرجل اللي هيحصل فيها تغيرات او الفوت اللي يحصل فيها تغيرات الright هيبقى نازل اكتر على lateral side بتاعها ولا medial side بتاعها pressure على lateral side بتاعها نقرأ بقى the whole pelvis is rotated to the right knee no longer facing forward ده كلام منطقي جدا there is increased pressure on lateral side of the right فيش كلمة دي ده نجي نقرأ الناحية التانية لو كان البلفز ده بقى rotated to the left مين الرجل اللي تتأثر اللي هيبقى نازل اكتر على مين على lateral side بتاعها the whole pelvis is rotated to the left فطبيعي knee no longer facing forward there is increased pressure على مين على lateral side of left foot طب هل rotation بتاع البلفز ده بيأفكت بس الفيت والني لا rotation بتاع البلفز كمان بيأفكت الثوركس ماشي انت لو جيت لفيت بالبلفز بتاعك هتلاقي ان الثوركس بتاعك البوزيشن بتاعه تغير ما بقاش زي ما كان قبل ما تلف فبالتالي rotation of the pelvis بيأثر على الفيت بيأثر على الني وبيأثر على الثوركس تمام كده ده نفس الكلام كله تاني فاعتقد ان شاء الله مش هتلاقوا فيه اي حاجة صعبة ننقل على الموضوع اللي بعده هنتكلم دلتين حاجة اسمها الجينيو فالجم والجينيو فيرم الموضوع ده خاص اكتر بمنطقة الني في حاجة او في زاوية في الني اسمها الفالجس انجل الفالجس انجل ده بتبقى بين two axis الاناتوميكال اجزز بتاع الفيمر والميكانيكال اجزز طيب دلوقتي هات مثلا بلونتين واضغط على واحدة يعني قوي قوي وواحدة تانية ضعيف تفتكر مين هتفرق على الاول البلونة اللي انت ضاغط عليها بقوة عالية فبالتالي الحاجات اللي بتتعرض لكمبريشن فورس او كومبريسيف فورس عالية بيحصل لها دي جينيريشن او بتبوز بشكل اسرع ودي فكرة ممكن تطبقها على اي حاجة مش بس على الجوينتس في البادي فبيقولك ان التغيرات اللي بتحصل في المفاصل وفي العظام او اللي بيحصل للمينسكاي الموجودة في الني اللي هي الغضريف اللي موجودة في اللقبة هيحصل اولا في المنطقة اللي هتعرض لكمبريسيف فورس عالية طيب والمنطقة اللي قصادها يعني مثلا لو كان المنطقة اللي حاصل فيها كومبريسيف فورس صوفت تيشو is likely on the opposite side of the knee تمام كده وحنا فهمنا فكرة الجينيو فالجم والفيرام بيأثروا على ايه بالزبط في الني وانت بيحصل لتشينجز وعلى انه صايد اكتر وقلنا ان الصايد النازع لكمبريسيف فورس اكتر هو ده اللي بيحصل فيه ديجينيريشن اسرع والصايد التاني بيحصل علي للصوفت تيشو اللي موجودة فيه ده شكل الجينيوفالجم اللي هقدر سميها النوكنين نوك يعني خبطين في بعض يعني رجبتين خبطين في بعض والجينيوفيرام قادر سميه البوليج البوليج اللي هي ايه ما هو لك حد رجله مقوسة هو ده الجينيوفيرام تمام نبدأ بقى نشوف مقارنة بين الجينيوفالجم والجينيوفيرام طيب فالجس او فالجم فيها حرف ال تمام يبقى الكمبريشن فورس هتبقى نزلة اكتر على اللاترال اللي برضو يبقى اللاترال في الجينيوفالجم هو اللي بيحصل له ديجينيريشن اسرع فبالتالي ليدو ديجينيراتي في تشينجس ان دات سايد اوف ديجينيراتي في تشينجس ان ميديا سايد اوف ديجينيوفالجم تمام كده تمام طيب دل Stadt زيدي عندي عضلات موجودة على اللاترال سايد بتاع الثايد وعضلات موجودة على الميديا سايد بتاع الثايد تفتكروا مين هيكون اقوى العضلات الموجودة على اللاترال ole وال未 نزل اكتر على ân في عضلات هنا قوية فبالتالي العضلات الشغالة على اللاترال سايد بتاع الثايد هتكون ومن من العضلات الموجودة على الميدال سايد اللي هم من الجراسيلز والسيمي تندينيوزيس والسيمي ميمبرينوسيس تمام كده ده الجينيوفالجم اعكس الكلام تماما في الجينيوفيرم الجينيوفيرم بينزل كومبريسي في فورسة عالية هنا بقى على الميدال سايد اف داني جوينت يبقى انت بس تاخد انت كده ان ال L في الفالجم بيزود الكومبريسي الفورسة على اللاترال L مع L واعكس كل الكلام اللي هنقوله في الفلغاس على الفيروس يعني أو الفيرام طيب دلوقتي انا قلت في الجينيو فييرام beat pressure photography على الميديا سايد اكتر يبقى من العضلات اللي شغالها بشكل اكبر اللي موجودة هنا دلوقتي بقى على الميديا سايد اللي هما من اللي هما الجراسيلز والسمي تندينيوزوس وسيم المينبيرينوزوس اقوى من العضلات اللي موجودة على ناحية اللاترال اللي هما من اليوتيبيا الباند والبيسeps فيمينوس منسبة تاني معنى ان انا قلت ان العضلة دي short يعني العضلة دي قوية او العضلة دي شغالة كويس لكن لما العضلة تكون weak يعني العضلة دي فيها lintening يعني فيها tool تمام كده كده ان شاء الله نكوني اللي تكلمنا على الجينيو فالجاس والجينيو فيروس هنا نفس الكلام تاني برضو بيقارن لك بين ايه اللي بيحصل في النيه في كل واحدة فيهم في كل واحدة من العضلات الطويلة ومن العضلات الأيه القسيرة فبالتالي قسيرة هي القوية والطويلة هي الأيه ال weak او الضعيف هنبدأ بقى نتكلم عن مواضيع خاصة بالفوت بقى وشكل الفوت وبإذن الله كده فاضي حاجات بسيطة هنكون خلصنا الفوت بوزيشن الفوت ليها وضعين اما ان الفيت دي تبقى ترند اوتورد او تبقى ترند انورد ترند اوتورد زي وقفة رقصات البلية ساعة ما بيجوا ياخدوا التحية اللي هي حتى رجلها زي ما احنا شايفين في الصورة كده اللي هي لازق كده في بعضه ورجلها بصة ناحية برا كده زي ما بيقولوا ده بيحصل نتيجة ايه اللي يخلي الشخص يكون ده شكل رجله وهو وقف ان الهب بتاع الشخص ده يكون عامل external rotation والتيبيا بتاعته تكون عاملة lateral tibial torsion ممكن ده الواحده او ده الواحده او الحركتين مع بعض تمام طيب اااااااااااااااا The external rotation اللي حصل في الهب ده حصل ليه نتيجة ان انا عندي عضلات اللي بتعمل external rotation قوية قوية يعني ايه يعني shortening مين هم العضلات دول اللي هي باينة في الصورة تحت اللي هي اول واحدة برا دي والposterior fiber of gluteus medius طب انا علفت ليه ان انا هنا بتكلم عن posterior لان ال spine بتاع الفرتبري باين وراهو البروزات الصغيرة دي تمام كده وكمان معاهم مين الاليو تيبيا الباند يبقى اول حالة في الفود position ان الفود دي تبقى turned out وده نتيجة external rotation حاصلة على مستوى الhip lateral tapia retortion حاصلة على مستوى التيبيا او الحاكتين دول مع بعض external rotation على الhip مين بيعملو بتعملو الجلوتس maximus والposterior fiber of gluteus medius وشوية معاهم الاليو تيبيا الباند نجي ندخل على ال position التاني اللي هو ان الفيد تبقى turned inward اللي هي قدرى سميها حال اسمها ال bigon 2 تمام ال bigon 2 دي ان الشخص يبقى واقف ورجله الاتنين بقى بصين لجوه مش بصين ايه لبرة ده بيبقى بسبب ايه بسبب اعكس بقى ان الhip في internal rotation او التيبيا عاملة medially تيبيا التورشن تمام يبقى a client who stand with hair feet turned inward bigon 2 may have shortened internal rotation قلنا shortened يعني اقوية يعني شغالين كويس فبالتالي الhip هيكون في internal rotation مع media lirotated tibia or pose تمام كده طيب نشوف الجدول ده الجدول ده هيقارن بين two out position والtwo in position من خلال تات حاجات الposition بتاع الhip joint والposition بتاع التيبيا والمسلز اللي هكون shortening فبالتالي هكون شغال اكتر في two out الhip بيبقى في ايه external rotation اما في two in internal rotation الposition بتاع التيبيا في two out lateral tibial torsion طيب على two in medial tibial torsion طيب مين العضلات اللي شغالة كويس في two out external rotators بتاع الhip او الفيمر ومعهم الاليو تيبيا الباند طيب في two in مين العضلات اللي شغالة كويس internal rotators بتاع مين الفيمر تمام كده طيب ننقل على الموضوع اللي بعده اللي هو ان شاء الله بإذن الله بإذن الله اخر موضوع اللي هو الفكرة الفكرة دلوقتي الشكل الطبيعي بتاع الفوت بتاعك ان انت متيجي تبص على ال medial side بتلاقي فيه عرش بسيط كده Lipid silent مفهود ال medial side ما يكونش fully contact مع الفلور بتلاقي فيه عرش بسيط كده تمام طيب في حالات تيجي تبص على الميديال side بتاع الفوت بتاعها تلاقي ان ال medial side بتاع الفوت بتاعها لازق كده في الاردة او full contact دول الناس بيقول لك دا عنده flat food وفي ناس تانية تلاقي الميدال سايد بقى ده مش بس قرش عادي لا ده هاي ارشد قرش كبير قوي دي اسمها الكلو فوت او هاي ارشد فوت او الهولو فوت او البيس كيفس دي كلها نفس الاسماء انا كنت قلت ان الويت المفوت بيكون اكوالي ديستربيوتي ده على التو سايد بتوع الفوت بتوين الميدال اندلاتر الاسبكت في اتش فوت ففي حالات عندي زي مولت حاجة اسمها البيس بلينيوس البيس بلينيوس هي هي الفلاد فوت والبيس كيفس هيا هي هي هيا الهاي فوت او الهولو فوت او الكلاو فوت او الهاي ارشد فوت كلها نفس المعين تمام هدا بقى اتكلم دلوقتي انا عرفت دايما انتو شايفين كده اللي في الشكل في في النص ده 著 الشكل الرجل النورمان ان فيه ارش بسيط قوي هون من تحت ده طبعا من ناحية الميدال طيب الفلاد فوت زي ما انتو شايفين الاي ميدالة سورفس او الميدال Darren indic fed bone وعلى الكلو فوت او الهولو فوت او الهاي ارشد فوت هتلاقي ان القرش ده بقى زيادة او لدرجة ان الرجل بقت مرفوع يعني انطبر بس محمل وزن جسمه على الكالكينيس من ورا والصابع من قديم الجزء الف ونص ده كله مرفوع من على الارض تمام كده طيب دي ليا ايه البيس كيفس وكيفس جاي من كيف كلمة كيف الوكافي يعني هنتكلم بقى عن مقارنة بين البيس بلينيس و ايه والبيس كيفس البيس بلينيس احنا قلنا هي ايه هي الفلات فوت قلنا فيها ان الميديا سايد بتاع الفوت بيبقى فولي كونتاكت مع الدراوند ان بس بلينيس the ميديا سايد of the food might even be touching the floor completely احنا قلنا فولي كونتاكت ليفينج نو جاب اتاول الجاب اللي احنا مفروض الطبيعي ان احنا بنشوفها خلاص قردي مش بتبقى موجودة فدي حاجة طبعا اب نورمال تمام دلوقتي اصلا البيس بلينيس او البيس كيفس يحصلوا بسبب ايه بيحصلوا بسبب دي جينيريشن حصل في القرش بتاع الفوت الفوت فيها كذا قرش واحد منهم اسمه القرش لما بيحصل فيه مشكلة بيحصل واحدة من الحالتين دول تمام طيب مين اللي بيقدر يكونترول الدي جينيريشن اللي بيحصل فيه القرش فيحفز على شكل الرجل في النورمال شيب بتاعها هم الانترينسيك بلانتر مصلز بتاع الفوت فبالتالي العضلات دي لما تكون عندي هي مش هتقدر تكونترول الدي جينيريشن اللي ممكن يحصل فبالتالي الدي جينيريشن ده ايه هيحصل واللونجيتيودن القرش هيبدأ يحصل فيه تغيرات في شكله عن النورمال وتزهر لي بقية البيس بلينيس يا البيس كيفس لو كانت الانترينسيك بلانتر مصلز دي ويك ومعاها اوهر اكستنشن للليجامينس اللي موجودة في الفوت فيحصل فولنج للبلانتر قرش او اللونجيتيودن القرش ده ويبقى فلاتن والشخص ده يجيله فلات فوت تمام طيب بمرور للوقت الشخص ده يبدأ يحس ببين فين يبدأ يحس ببين على مستوى الفوت بتاعه بتاعته والليج ليه لانه طول الوقت عاملة اوهر استريتشنج للمصر اللي موجودة في السول طول الوقت عاملة استريتشنج عليها نتيجة انه طول الوقت ضغط عليها تمام كده فمع مرور الوقت الناس اللي عندها فلات فوت بيجيلها بين على مستوى الليج وعلى مستوى الفوت نتيجة اللي حاصي على اللونج مصرز اللي موجودة في السول الفوت تمام طيب البيس بلينيس تشتكروا فيها سوباينيشن ولا برونيشن فاكرين لما قلت فوق الروتايتد بلفس ويلف والرجل اللي انا بلقي يعني لو انا بفت ناحية اليمين يبقى الرجل اليمين دي الميديا سايد بتاعها بيترفع فالحركة دي اسمها سوباينيشن يبقى الميديا سايد لما بيترفع اسم سوباينيشن بس هل الميديا سايد هنا مرفوع؟ لا ده هنا فولي كونتاكت مع الجراوند فيه برونيشن زيه زي الرجل التانية زي ما كنت بوصف فوق يبقى هنا الرجل دي هيكون فيها برونيشن على التيلس بون انتو عارفين ان انا عندي الكالكينيس طحت والتيلس فوقها فالتيلس هيكون فيها برونيشن و هيبدأ يحصل لها جلايدين في اتجاه الميديا لتبدأ طوقة ناحية الميديا لكده على الكالكينيس يعني تتزحل على الكالكينيس كده في اتجاه الميديا ده كده وصف البس بلينس تمام؟ نبدأ بقى نتكلم عن البس كيفس اللي هي الهوي أرشد فوت او الهولو فوت هنا هتلاقي ان القرش اللي انت بتشوفه على الميديا سايد اوف دا فوت بيبقى كبير اوي اكبر من النورمل تمام؟ طب هنا اللونجيتيودن القرش بيبقى واقع ولا عالي؟ لا هنا اللونجيتيودن القرش بيبقى عالي يعني بيبقى مرفوع فبتلاقي هاية اللونجيتيودن القرش دان النورمل تمام؟ طيب الميديا سايد هنا مرفوع من القرش ديبقى الكالكينيس هنا فيها ايه؟ سوباينيشن بس ركز هنا ان الكالكينيس باس هي اللي بتبقى سوباينييتد اما بقيت الفوت او دا ريمايندر اوف دا فوت بتبقى برونييتد عادي لكن الكالكينيس باس هي اللي بيبقى فيها سوباينيشن تمام؟ طيب هل البوزيشن او البوشير بتاع الفيتس والانكل يتأثر بس بالحاجات اللي حاليهم؟ لا زي ما قلنا الجسم دايما متوصل كله ببعده في اي حركة في اي منطوة في جسم هتلاقيها بتأثر حتى ولو بالنسبة بسيطة على بقيت اجزاء الجسم كله فتلاقي ان انت لما تعمل ترانك روتيشن تلف بالترانك بتاعك هتلاقي ان دا بيقصر على البوزيشن بتاع الفيتس والانكل واحنا قلنا كده فوق ان انت لما بتلف بالبلفز بتاعك انت لافف بالبلفز فوق اه بس انا نزلت وصفت تحت شكل الفيت عاملة اي فده اثبات ان ان روتيتد بيلفز اه روتيتد ترانك كل الكلام دا بيقصر على البوزيشن او البوزيشن بتاع الفيت والانكل يبقى البادي بارس كلها مربوطة ببعضها حتى ولو بنسبة بسيطة فاحنا كده تكلمنا عن البيس بلينيس اللي هي الفلات فوت والبيس كيفس اللي هي الهاي ارشد فوت هنا نفس الجدول اللي احنا قلناه تعالوا نكراه اخر اه بيقارن بين البيس بلينيس اللي هي الفلات فوت والبيس كيفس اللي هي الهاي ارشد فوت من حيث اول حاجة اللي تشينج في البلانتر قارش في البيس بلينيس احنا قلنا القارش ده يعتبر انت فقدته لانه خاص ما بقاش موجود ما بقاش فيه ارش اصلا لوسو في بلانتر ارش. اما في البيس كيفس لأ ده بيبقى هاير ذان النورمل بقى طيب التشينجيس اللي بتحصل في البوزيشن بتاع البون اللي موجودة في الفوت كنا قلنا في البيس بلينيس كان بيبقى حاصل عندي برونيشن والتيلس والتيلس بيحصل لها gliding medially على الكالكينيس ورحنا قلنا في البيس كيفس ان الكالكينيس بس هي اللي تبقى سوبايينيتد اما the reminder of the food بتبقى برونيتد طيب التشينجيس اللي بيحصل في السوف تتشو ايه قلنا في البيس بلينيس الانترينسيك بلانتر مصص مش قادرة تكونترول الديجنريشن اللي هيك او تقوم بالوظيفة بتاعتها اللي هي تقدر تكونترول الديجنريشن اللي بيحصل فيه اللونجتودن الارش وبيحصل كمان معيها over stretching على اللونج مصص اللي موجودة في السول بتاعت الفوت وover stretching على الليجامنت اللي هي موجودة في البلانتر فاشيا تمام يبقى weakness في المصص over stretching على المصص اللي موجودة في السول وover stretching على الليجامنت ده في البس بلينيس أو في الفلات فوت في البس كيفس بقى الانترينسيك فوت مصد دي بقى مش بيك بقى دي بتي بقى قوية جدا فرح تشدى الرجل رفعها لفوق فبتبقى شورتنينج في العضلات دي وفي البلانتر فاشيا كمان يعني مش بس المصد ده المصد والبلانتر فاشيا بيبقى فيهم شورتنينج بيقصاروا فبالتالي بيشدوا الرجل جامل تمام كده طيب relation to the trunk rotation ازاي هيأفكت البوزيشن بتاع الفوت احنا قلنا لو trunk rotation حصل to the lift لو انت لفيت ناحية مين الرجل اللي هتتأثر هي الرجل الشمال برضو هيبقى نازل اكتر عامين على اللاترال سايد بتاعها هيحصل فيها ايه هيحصل فيها supination يبقى هو بيلك trunk rotation to the lift increase pronation بس هو كاتب to the right لو كان كاتب في الفوت كنا قلنا supination هو كاتب right فوت عشان كده قلنا pronation ورجاء قال لك طب انا لو عكسته لفيت ناحية اليمين يبقى مفروض اليمين دي هياللي كان هيحصل فيها supination يبقى الشمال هياللي هيحصل فيها ايه pronation ده نفس الكلام اه على هيبقى بيقول نفس الكلام برضو trunk rotation to the lift increase supination to the left foot هو هنا بقى قال الناحية اللي انت لفيت لها بالرجل اللي هي على نفس الناحية في كان بيقول لك الناحية اللي انت لفيت لها والرجل التانية عشان يحاول يلخبطك بس انت فاهم لكيه كان الناحية اللي انت بتلف لها الرجل بتاعتها هياللي بتتأثر اللي بيحصل فيها supination نعكس بقى على الناحية التانية تمام بيقول لك trunk rotation to the left increases supination of the left foot and increase pressure through the lateral side of the left foot بيحكس الكلام trunk rotation to the right increases supination of the right foot and increase pressure through the lateral side of the right foot كده اتكلمنا عن و شرحناهم بالتفصيل اتمنى يكونوا سهلين ان شاء الله فاحنا كده اتكلمنا على ايه في اتكلمنا عن و بشوفنا فيها حاجتين والكنتور تمام طيب اتكلمنا بعد كده عن اتكلمنا عن حاجة اسمها الكارينج انجل اتكلمنا عن حاجتين خاصين بالبلفس اللاترال بيلفس والروتيتد بيلفس اتكلمنا عن الجينيوفالجس والجينيوفيروس اتكلمنا عن الفوت بوزشن و قلنا ممكن يكون ترند انوارد او ترند اوتورد وتكلمنا عن البيس بلينيس والبيس كيفس كده الحمد لله المحاضرة تكون خاصة لما توصل ان شاء الله اللي انت كنت بتتمنى ان انت توصله وتبوص بقى على كل التعب اللي انت مرد بيه في طريقك بقى و كده هتحس ان انت فخور جدا بنفسك ان انت ما استسلمتش تروي الطريق دي مهما ان كانت الصعبات اللي هي ايه قبلتك شكرا و ربنا يوفقكو يا رب و ربنا يوفقنا كلنا و يعينكو و ان شاء الله اللي انت حاني يبقى كويس و تحلو كويس و لو افتكتو اي حاجة تقدروا تسأله على البيتش بتاعتنا جاه شكرا يا داكترا ربنا معاكو يا رب شكرا